المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونوهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالموقع الريادي لمملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي في تصنيف الدول الأكثر تقدما في مكافحة الاتجار بالأشخاص الأمر الذي يعكس المستوى الحقوقي الرفيع في هذا المجال وأكد المهندس علي أحمد لدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الإنجاز الحقوقي الذي حققته مملكة البحرين للعام الخامس على التوالي أتى بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي عمل على ترسيخ ثقافة احترام وحفظ حقوق الإنسان دون تمييز ومن خلال المتابعة الحثيثة من صاحب السموم الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير وتقدم كافة المؤسسات الحكومية في هذا المجال وبما يحقق التطلعات الملكية السامية في ترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز وتوفير سبل الإنصاف والعدالة والحرص على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة وأوضح للدرازي أن جريمة الإتجار بالأشخاص تعتبر جريمة عابرة للحدود والمملكة تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بفعالية وجاهزية على عدة مستويات من خلال أجهزتها القضائية والتشريعية والتنفيذية مؤكدا أن المؤسسة تعمل في ذات الوقت على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان لضمان إنفاذها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة مكافحة الإتجار في الأشخاص بجميع صوره وأشكاله